ابتكارات ناسا المذهلة سيارات التاريخ المستقبلية 1- إطارات ذات ذاكرة قد يبدو أن إطارات السيارات أمر بسيط لا يحتاج لتطوير مستمر ولكن نجح مهندسون في وكالة ناسا في إثبات خطأ الجميع ففي عام 2017 قاموا بابتكار إطارات مرنة ولديها ذاكرة لحفظ شكلها واستعادته الإطار مصنوع من خيوط لولبية رفيعة جدا والمعدن المستخدم في التصنيع هو النيكل تيتانيوم وتتحمل التشوه بنسبة أكبر عشر مرات من حجمها إذن ما الذي تستطيع فعلا؟ هذا الإطار مرن جدا وقوي للغاية في نفس الوقت يتحمل أي ضرر حتى لو كانت فجوات أو ثقوبا ولديها القدرة على استعادة شكلها سريعا وهذا التصميم لا يؤثر على قدرتها فالإطار يمتلك سطح تلامس كبير ربما نرى العربات التي تستكشف المنريخة تمتلك من هذه الإطارات مما سيسمح بالقيام بزيادة المهمات الاستكشافية على الكواكب الأخرى خاصة التي تمتلك تضاريص صعبة في عام 2018 تم اختبار تقنية حديثة مجددا في مركز أبحاث ناسا للطيران بكاليفورنيا والتي يعتقد أنها ستعود بالنفع على الطيران المدني في المستقبل وعلى الرغم من اسم هذه الأجنحة وهو الأجنحة القابلة للطي فإنها لا تطوى فعليا ولكن ما يطوى هو اللوحات الموجودة في أطراف الأجنحة والقادرة على أن تغير زاوية ميلها بينما تطير وهو ما يساعد على زيادة قوة الرفع للطائرة وتحسين عملية المناورة أثناء الطيران بسرعة منخفضة هذه اللوحات تخضع للتطوير منذ فترة طويلة ولم يتم السماح باستخدامها مع طائرات الركاب إلا حديثا دعونا نمنح بعض الاهتمام لهذه الروبودات المذهلة التي تستكشف الكواكب ففي الجيل الثالث من سيارة الاستكشاف مارس روفر لدينا كريوسايتي وهي نتاج تقنيات حديثة إنها ليست أول آلة تغزو الكوكب الأحمر ولكنها بالتأكيد أثقلهم وزنا بدأت رحلة كريوسايتي إلى المريخ في الـ 26 من نوفمبر عام 2011 وقدت أكثر من 250 يوما أرضيا في الفضاء بعدها هبطت على الكوكب الأحمر وبدأت في القيام بعملها وكانت مهمتها تجميع معلومات عن السخور المريخية ونقلها إلى المعمل وتنفيذ تحليل كيميائي بالطبع تقوم العربة كريوسايتي بكل هذه المهمات بنفسها وعلى الأرض ينتظرها فريق من 400 شخص منهم 250 عالما والباقي مهندسون عثرت كريوسايتي على أثار الكبريت والنيتروجين والهيدروجين والفسفور والكربون والبورون على كوكب المريخ ومن المضهش أنها كانت مبرمجة للتوقف عن العمل بعد عامين ولكن مر أكثر من 2800 يوم منذ هبوطها على المريخ وما زالت تعمل حتى يومنا هذا لكن وكالتنا سلا تخطط للتوقف فها هي ثاني عربة مستكشفة للمريخ والتي سترسل إلى الكوكب الأحمر في يوليو أو أغسطس من هذا العام فوظيفة بير سيفرينس فريدة من نوعها على الرغم من أنها بدت مستحيلة قبل عدة سنوات فهذه العربة والتي تشبه كريوسايتي كثيرا والمتخصصة أيضا في تحليل التربة قادرة على إحضار بعض العينات إلى الأرض هذا الإنسان الألي تم تصميمه خصيصا لمسابقة تحدي الروبوتات الفضائية من قبل ناسا أثناء الفعلية تنافس الكثير بتصميمات حقيقية وكان المهندسون يسابقون الوقت لتحقيق المستحيل لتنتج لنا تقنية رائعة بعد 9 أشهر فقط من العمل لدى فالكيري قدمان ويدان فعالة وظيفيا معدلة حتى يتمكن من الحركة على الأسطح الوعرة ويتم التحكم فيه عن بعد من قبل شخص ما ولكن المطورين رغبوا في جعله أوتوماتيكيا تماما وطبقا لخطة التصميم الأساسية الخاصة به فإنهم رغبوا في جعله يساعد المنقذين في اختراق المواقع الخطرة المتدمرة ولكن في النهاية قرروا تجهيزه لإرساله للفضاء وحاليا يتم تجهيزه لإرساله قريبا إلى سطح المريخ 5- تيرسكوب الفضاء جيمس ويب جميعنا يعرف التيرسكوب الفضائي هابل والذي يساعد العلماء على اكتشاف أقمار جديدة وكواكب ومجرات وهو يقوم بوظيفته على أكمل وجه منذ أكثر من 30 عاما وعلى الرغم من أنه لن يتم إيقافه عن العمل حتى عام 2030 فإن العلماء يعملون على التيرسكوب اللاحق له وهو كما خمنت التيرسكوب يقدم مراقبة للفضاء بالأشعة تحت الحمراء والذي يتم تطويره من قبل خبراء من 17 دولة مختلفة إذا قمنا بمقارنته بتيرسكوب هابل فإن هذا التيرسكوب الجديد ذو حساسية أفضل وسوف ينتج صورا أفضل وقد تم جدولة إطلاقه لشهر مارس القادم ولو سار كل شيء على ما يرام فسوف تبدأ الأبحاث والعمل به في بدايات عام 2021 ولكننا نعرف بالفعل ما الذي سيقوم بعمله فمهامه ستتضمن اكتشاف أول النجوم الموجودة في المجرات والتي ظهرت بعد الانفجار الكبير وربما يلقي هذا التلسكوب بعض الضوء على الأشياء الغامضة في الحياة وكيفية تكون المجرات كما تعلم فإن عمل رواد الفضاء في بحطات الفضاء ليس بالأمر السهل مطلقا ومن أجل مساعدتهم وتيسير بعض الأمور قام مركز أبحاث ناسا بإنشاء هذا الروبوت الرائع مكعب صغير بعرض 32 سنتيمترا به كل أنواع المستشعرات وأجهزة التحكم والموصلات من أجل العمل مع الآلات الأخرى يتحرك أستروبي باستخدام نظام دفع صغير وأولويته القيام بمهمات روتينية ورتيبة والتي كانت ترهق رواد الفضاء مثل تحليل جودة الهواء وتحديد مستوى التوضاء والأصوات في المحطة وتحديد الأمتعة المتنقلة لا يوجد لدى الروبوت أي مشكلة في الحركة أو فكرة عدام الوزن في الفضاء بل يطفو بسهولة في أي اتجاه والأكثر أنه يتحرك حول محطة الفضاء واحدة تعمل وكالة ناسا يوميا لتحقيق خطتها في استعمار المريخ في عام 2016 عملوا على تصميم عربة مارس روفر وهي تصلح للعمل أكثر مع رواد الفضاء من أجل دراسة الكوكب وها أن تترى أمامك نتيجة خمسة أشهر من العمل الدهوب وقد تم عرضها في صيف عام 2017 في معرض ابتكارات المريخ بفلوريدا وتم مساعدة مهندسي ناسا من قبل متخصصين من هوليوود بالتحديد من شركة بوركر براثرز وهم نفس المتخصصين الذين قاموا بتصميم دوائر الضوء في فيلم ترون لاجاسي لذلك ستشعر أن السيارة خرجت من فيلم خيال علمي الهيكل مصمم من مواد مضغوطة بالأضافة إلى الألومنيوم ونجحوا في جعلها بوزن خفيف وهو 27 طنا نجد أن ارتفاع العربة هو ثلاثة أمتار فاصل أربع وطولها هو ثمانية أمتار ونصف وعرضها أربعة أمتار وعلى الرغم من أن سرعتها القصوى تتجاوز مئة كيلو متر في الساعة فإنها ستسير بصورة أبطأة على المريخ وهي 25 كيلو متر في الساعة ولكن ما زال الأمر مثيرا باعتبار أن عربات المريخ العادية تكون سرعتها خمسة سنتيمترات في الثانية الآن لا تنسى أن تلقي نظرة على الإطارات حيث تم استبدال الإطارات العادية بإطارات مططية يسهل تنظيفها وللأسف على الرغم من كونها عربة رائعة فإنها ما زالت تجريبية لأنه من المبكر التحدث عن رحلات البشر للمريخ هذا كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على مشاهدة الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة نراكم قريبا ترجمة نانسي قنقر